ارتكبت ميليشيات الحوث الانقلابية المدعومة من إيران 44 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 24 ساعة الماضية في جبهات محافظات حجة ومأرب والجوف وتعز وتوزعت الخروقات بين 14 خرقا في جبهات القتال غرب حجة و13 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب ومثلها في جبهات محور تعز وأربع خروقات شرق حزم الجوف وتنوعت الخروقات بين محاولة تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وأحبطها أبطال الجيش إضافة لعمليات إطلاق نار بصواريخ والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة ونتج عنها استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش وإصابة 11 آخرين بإطلاق نار مباشر كما ضاعفت الميليشيا الحوثية عمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وملاجئ وخصوصا في الجبهات المحيطة بمأرب إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيرة ترجمة نانسي قنقر